بلا اي من السيق يوصلنا سبعة وخمسين دقيقة نعمل وطلع على اخبار لفلاحة تودسويتا بلا نبدأ باخر الاتفاقيات المصودة لليوم نضع اتفاقية لتمويل نشاطات الزراعات الكبرى اليوم ان شاء الله مع ماضي ثلاثة في وزارة لفلاحة سامير طايب وزير لفلاحة فما اتفاقية الاولى من نوحة بين كل من البنك التونسي لتضامن الاجتماعي والتعضوديات المركزية لزراعات الكبرى لتمويل نشاطات الزراعات الكبرى ان شاء الله مع ماضي ثلاثة في وزارة لفلاحة تودوا الحين اعطيكم اكثر تفاصيل على النص الاتفاق هذية ماغري كولتور وزارة لفلاحة زادة تعلن كافة مجاهزية وحدات الصيد البحري لفوق طولها 15 مترو بتمديد اجال الانخراط في المنظومة الوطنية لمراقبة مركب الصيد البحري بعبر الاقمار الاستناعية والانتفاع بالمساعدات المالية لتم قرارها لفادتهم وفق المنشور عدد 316 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 متعلق بتعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد عبر الاقمار الاستناعية وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لاصحاب المراكب المعنية كما نشوفه في موجود في الجدول الهابتوت والوزارة دخلوه نتلقاه اكثر ديتي على كل هو تقريبا الاجال التنفيذي اللي هو 17 ديسمبر 2018 في كل الفئات المعنية اكثر ديتي تلقاهها على صفحة رسمية للوزارة ماغريكولتور نمشيو الزاغوان اللي شوفه في زاغوان تركيز مدرسة حقلية حول زراعة جلبانة هذي في منطقة سجدان المواجهة للمرأة الريفية اللي تم شوفه افتتاح المندوب الجهة اللي تنمي الفلاحي في زاغوان بحضور سيد رئيس قسم الإرشاد الفلاحي ونهوض الانتاج الفلاحي وكما نشوفه موجود عديد الإطارات في الوزارة فما هذي المواجهين تفعو منه 15 فلاحة في المنطقة السقوية في زاغوان نمشوفه تحسين التربية بإدماج البقولات في التداول الزراعي تنمية قدرات الفلاحات لحذق وإتقان الحزمة الفنية لزراعة جلبانة الضغط على التكلفة بالاستعمال المحكم لوسائل الانتاج ماغريكولتور نشوفه إلى أخبار المنظمات الفلاحية اللي عبروا على امتعاضهم من تمثليتهم في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي تقريبا شوفوا النقابة الفلاحين زادة ردة الفعل امتاحها رغماني هي جات متأخرة شوي وتعبر على اقصائها من المجلس هذي اللي عاد انتهاك لأحكام الفصل 35 مدستور وقوانين الشغل الوطنية والدولية المنصوصة عليها في تقارير المنظمة دولية للشغل ونشوفوا أنه النقابة في بلغ لها تقولوا أن الحكومة دعاة الحكومة المراجعة موقفها وتطبيق حكام الدستور وقوانين الشغل وتفعيل مبدأ التعددية النقابية اللي يشست في الأخلاء في الأخلال بالفصل الثنين من الأمر الحكومي عدد ستمية ستو سبعين سنة تفين وثمونتاش المتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني حوار الاجتماعي ودعاة النقابة الفلحين كفة الهياك المهنية إلى إقصائها اللي تم إقصائها من مواكبة أشغال المجلس الوطني حوار الاجتماعي إلى أنضاء عريضة مشتركة ورفعة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نوى بالشعب نذكره أنه منذ من 105 فقد فم خمسة مقاعد لمنظمة الفلحين اللي موجودة للتاب والنقابة الفلحين غير موجودة في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي